وزي ما انت شايفين قدرنا هنا نخلي الفيديو يتحرج بالسريع وهنا قدرنا نعمله بالبطيء اما هنا كمان قدرنا نخليه يتحرج بالعكس السلام عليكم ورحمة الله معكم سيد من قناة الابداع والتميز قناة ابداع واستمتع وفيديو جديد الفيديو النهاردة بعنوان تسريع الفيديو او تبطيقه او ازاي اخلي الفيديو يتحرك بالعكس عشان اه اعمل الحكايات انا محتاج فيديو يكون في حركة عشان نقدر نطبق عليه اللي احنا بنقوله اه عشان نجيب فيديو هندوس على علامة ازاي زي احنا انتم عارفين وبنجيب فيديو من الفيديوهات اللي عندنا تمام يكون في حركة تمام بناخد الفيديو زي ما انتم شايفين وننزله على المصدرة اللي هو تحت شريط المهام وناخد جزئية عشان نشتغل عليها تمام نشوف اي جزئية يكون فيها حركة مسلا على سبيل المثال هنا مسلا وهو ناخد هنا الجزئية ديت اهو نحرك كده هنلاقيه ده التحرك العادي هنقص مسلا هنا في اول الحركة بتاعته لما اه بعد ما يخص لص كسر الطوب اها نقطع هنا نقص تمام ونبدأ نتحرك طبعا امكانية التسريق دي امكانية مهمة جدا لان انت قد يكون الفيديو واخد وقت اطول من الشرح عليه يعني مسلا انت بتشرح على حاجة والفيديو طويل فممكن تسرع جزئيات من الفيديو عشان يمشي مع الشرح الصوتي بتاعه او التعليق الصوتي اللي انت عامله عن الفيديو فعشان نعمل حكاية ديت هنروح على هنا هتلاقي على ما اسمها زبيد مكتوب عليها زبيد اول مبنوع فنلاقي عليها زبيد وبعدين هنخش تحت في الخيار اسمه في عندنا تو اكس وفور اكس وات اكس لحد مية اكس تمام هنشوف التو اكس ايه اللي يحصل تمام ونبدأ انوات من اول المقطع ده اهو زي ما انت شايف السرعة زادت معي وبتكمل لحد اخر الفيديو طيب انا عايز اقص بعد حركة معينة او بعد ما يكسر مسلا الخشب ايبا اهو هنا هوت انا الجزئية ديت زي ما انت شايف عملتها بسرعة طيب التسريع ده في منه عدة اشكال يعني انا ممكن ادوس على تمام واحدد كمان التسريع اللي انا عايزه يعني هو مديني وفور اكس وهما الى زلك انا ممكن احدد نهوت لو انا محتاج السرعة بالزبط اه لهذا تبقى على قد مسلا الكلام اللي انا بعلق به او الكلام اللي بيطلع على الفيديو فبقى اعملها كده هوت تبقى فبتقل السرعة شوية عن ما كانت عليه في الاول وزي ما بقول لكم الميزة دي ميزة مهمة جدا في الشرحات كمان يعني انت ممكن مسلا يكون عندك مجموعة من صور مسلا بتتعرض ورا بعضها والصور ديت بتاخد وقت طويل انت محتاج دي تتحرك بسرعة عشان اه تكون متمشة مع التعليق الصوتي عليها تمام ففي الحالة ديت انت بتحتاج تستخدم ميزة وفي نفس لقتي العكس برضو لو انت عندك السلايت او الصور بتتحرك بسرعة وانت محتاج تبطقها عشان تلحق تعلق عليها او تقول اه الملاحظات على الصور ديت فبتستخدم ميزة اللي احنا هنروح لها دلوقتي اللي هي في نفس المكان ونختار تمام فهنا بيقلل على طول السرعة اهو نبدأ المقطع من الاول ونشوف خليه مثلا اهو الفيديو اصبح ابطأ بكتير اهو زي ما انتم شايفين حركته اصبحت ابطأ بكتير طيب نقص هنا طيب انا عايز اه نجيب فيديو نخليه بقى يتحرك بشكل عكسي يعني نشوف مسلا هنا وهنا هو بيقطع حاجة مسلا او بيكسر حاجة هي هتبان اكتر في الجزئيات اللي فيها تقطيع وتكسير تمام ايوة هنا وعايزين الفيديو ده اهو زي ما انتم شايف الفيديو هنا هوت اهو بيقطع اه الفاكهة دي بايده اهو طيب انا عايز الجزئية ديت تمشي اه بالعكس فهندوس هنا هوت على تمام ونختار تحت خالص ونقول هنا اوكي بيقول لك احنا لازم نعمل لك فايل مؤقت تمام علشان تقدر تعمل بي الجزء او العكس او اللي انت عايز تعمله فبتقول له اوكي تمام ونكمل اهو اهو زي ما انتم شايف اهو هتلاحز ان الفيديو اصبح بيتحرك بشكل عكسي اهو ده كده كانت ميزة التحرك في الفيديو سواء بالتسريع او التبطيق او عمل فيديو بالعكس ارجو انتم تكون استفدتم بالشرح النهاردة السريع وياريت اه ما تبخلوش على قناة ابدأ واستمتع باللايك والسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله شكرا